سيدات الفضليات سادة الافاضل مرحبا بكم. كان مجموعة من الاشارات المصدرية اللي ستبرز اننا احنا المغاربة عنا قصب صبق في مجموعة من الانتاجات الحضرية. هاد الاشارات المصدرية ما تلقوهاش في كتب خاصة مثلا كتاب خاص بالقفطان او كتاب خاص باللباس. لا تلقو اشارات مصدرية متفرقة في المصادر. معناه انه لابدوا تصلوا لاختكم تكونوا متخصين في التاريخ. قد تجد مثلا سطر واحد او اشارة في كتاب. وبذلك في هاد الامل هو اعمل تعمل المتخصيصين اللي تنقبو وتيبحتوها لاشارات المصدرية وتيبرزوها لعوم الناس باش انهم يشوفوها. اليوم اخدين اعطيكم واحد الاشارة المصدرية تتحدد على الحيق والقفطان واستنهان. قبل ما نعطيكم هذه الاشارة المصدرية. قد نقول لكم ان الحسن اليوسي رحمه الله قال في كتاب المحاضرات نزلت الحكمة على ثلاثة اعضاء من جسد الانسان. على قلوب اليونان وعلى ايد الصينيين وعلى افواه العرب وهو يقصد الشعر. على قلوب اليونان وهو يقصد بذلك الفلسفة. وعلى ايد الصينيين اي الانتاج الحرفي وعلى افواه العرب وهو يقصد بذلك الشعر. لكن في موطن اخر يقول لو علم اريستو قدر الكسكس في الطعام والبرنس في اللباس والحلق بالموسي لا اعترف للبربر بحكمة التدبير الدنيوي. بعد ان خص العرب بالكلام واليونان بالفلسفة والصينيين بالحرف. ها هو خص المغاربة بكل شيء باللباس وبالحرف وبالطبيق وبذلك اجتمع في مغربنا ما تفرق في باقي الشعوب والحضارات. والان اخوال كرام سادهب بكم الى تلك الرواية التي تتحدث عن اللباس عن السلام عن القطان وعن الحي. هاد الاشارة وردت في هاد الكتاب اللي هو سلوك الطريق الوارية بالشيخي والمريدي والزاوية. لمؤلفه الشيخ محمد منادي الزبادي لمتوفى سنة 1299 هجرية 1794 ميلادية. هاد الكتاب تتحدث على طرجمة محمد بن حمد ميارة اللي مات في 1144 هجرية موافق 1731 ميلادية ويذكر اثناء احاديته على محمد بن حمد ميارة انه كان يلبس في نفس الوقت كان يلبس السلهم والحيك والقفطان ايضا في نفس الوقت. وهنا يريد هذه القصة التي حدثت مع محمد بن حمد ميارة لان اللصوص كانوا قد اعترضوا طريقه ونزعوا تيابه ومن تلك التياب القفطان والحيك والسلهم. تقول بصفحة سبعة وستين. ومنهم الشيخ العالم العلام الشاهير سيد محمد بن حمد ميارة الصغير بن محمد الكبير رضي الله عنهما. كان اماما عالما عاملا خاملا ملازما لداره بالدرب الطويل لا يخرج الا في اوقات الصلاة وقراءة العلم بمسجد عياض من حومة الساغة. كان اماما به وكان هينا لينا. خرج يوما خبل الفجر لصلاة الصبح بالمسجد المذكور فلقيه لص فضربه بزرواطه بباب درب رياض. فجاءت على اذنه وسقط الى الارض مغشيا عليه وسلبه وسلبه من السلهام والحيك والقفطان. معنا ان السلهام والحيك والقفطان كان لباس العلماء في مغرب القرن الثامن عشر وقبله من طبيعة الحال اي ان السلهام والحيك والقفطان كان لباس العلماء. وبذلك اخوان الافاضل المغاربة كان لهم قسب السبق في كل شيء في اللباس في الحرف وفي الطبيع. دمتم سالمين القاكم في حلقة اخر.